بلسم دبي طرق التواصل عبر الهاتف ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة رسائل النصية القصيرة على أربعة صفر صفر ستة ونرحب أيضا بكافة متابعين عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستجرام لايف نور دبي ريديو طبعا البعض يعتقد بأن شفط الدهون هي عملية أو وسيلة للتخلص من الوزن الزائد لكن هذا المفهوم خاطئ تماما هذه العملية ليست هدفا ليس من وظيفتها طبعا التخلص من الوزن الزائد رغم أنه طبعا هي يتم التخلص من بعض الكتل الدهنية والتجمعات الدهنية وهذا ما سيوضحه الدكتور زهير الدكاش أيضا هي من العمليات الشائعة في مختلف أنحاء العالم عمليات التجميلية مثل ما بنار في عمليات تجميلية عمليات عديدة وكثيرة جدا وهناك أسئلة عديدة حول هذا الموضوع متى تجرى في أي عمر تجرى أيضا ما هي الكمية المسموحة طبعا في العملية للتخلص من الدهون المتوضعة في بعض الأماكن من الجسم ما هي المعلومات التي يجب أن يعرفها الشخص الذي يرغب بإجراء هذه العملية أو من يعاني من هذه العملية هذه طبعا أسئلة مهمة جدا يجب أن يعرفها كل شخص إذن هي وسيلة لكنها ليست وسيلة لإعادة التناسق للجسم لكنها ليست وسيلة للتخلص من الوزن الزائد مثل ما تم الترويج لها بالكثير من العيادات والمراكز الطبية وطبعا هناك كمية من الدهون التي يمكن أو يسمح بشفطها في العملية الواحدة لكن هناك للأسف بعض الأطباء يقومون بشفط كمية أكثر وربما يقومون أيضا بإجراء مثل هذه العملية في أماكن لا تستوفي الشروط الأساسية التي توفر معايير السلامة للمرضى لذلك نسمع من حين إلى آخر في بعض الدول وفي بعض الأيادات أن هناك مريض قد توفى أو شخص قد توفى جراء مثل هذه العملية التي تجرى يوميا وبأعداد كبيرة جدا في مختلف النحاء العالم إذن من هو الشخص المناسب؟ من هو المريض المناسب لإجراء عملية شفط الدهون مع ضيفنا الدكتور زهير الدكاش اختصاصي جراحة التجميل بمركز الدكتور ملهم الطبي بدبي دكتور زهير السلام عليكم السلام عليكم ورحمكم الله أهلا أنت وبرسفة محالا فيك طبعا دكتور زهير كنت أتكلم ما برضي كنت معي على الهواء تسمعني أنه هي ليست وسيلة للتخلص من الوزن الزائد هي وسيلة طبعا لإعادة التناسق لبعض الأماكن بالجسم والسؤال من هو إن صح التعبير على المريض أو الشخص المناسب الذي يمكن أن يطلب أو يطلب منه شفط الدهون؟ أول شيء شكرا لك دكتور بسام الواقع أنه أنت حطيت إيدك على نقطة حساسة بموضوع هذا يعني في خطأ شائع أو شيء شائع بين كل الناس أنه عملية الشيء تدهون هي عملية اللي يتحلص من الوزن الزائد هذا خطأ شائع وخطأ طبي كبير الحقيقة العملية هي بداية تمانينات التكنية الجراحية ظهرت وهي كانت عملية وظهرت عملية لتخلص من دهون ومتوضع في أماكن محددة بالجسم هي لإعادة تشكيل الجسم يعني إعادة تصحيح كونتور الجسم ما هي للتخلص من الأوزان الزائد بالسبب هذا في شروط كتير من هو الشخص المناسب اللي بيخضع أو بيتحقق العملية النتائج الجيدة والمرجوية عنده أول شيء المريض لازم تكون أو أول شيء أي إنسان بيخضع العملية لازم تكون بصحة جيدة يعني أنه تكون حالة الصحية والطبية لكامل جسم لكامل عضاء الجسم جيدة بعدين وزن المريض لازم تكون متناسب مع طوله يعني الوزن متناسب مع طول لكن في توضعات غير مستحبة يعني دهو في منطقة معينة يعني مو مريض عنده وزن زائد يعني مفرطة كيل كونتوره مثلاً 160 سانتي عنده وزن شيء 120 كيلو نحن نقول له أنت مريض مناسب لأنه شخص دهون هذا خطأ بعدين مفروض يكون هالإنسان اللي بيخضع هذه العملية الجلد عنده حالة جيدة يعني المرونة لساعتها موجودة مع أنه الجلد مرونته راحة متهدر بكمية كبيرة حضراته كتير وبعيفة هذا بيكون غزن بعدين الشيء تاني أنه المريض يكون ريال مدخشين المريض مدخشين بشدة أنه مرضى سيئين يخضعوا لهذه العملية والعمليات كتير وخاصة عمليات التشفيدية نعم هذا يعني هذا أهم شيء أنه تقدير مين هو المريض المناسب بعدين أنه المريض الذي يكون عنده يكون هو بزهنه المريض عنده تقدير جيد لحالته وشو بده يعني فيه أحيانا بيجيك المريض بالعائل ترعول ما عنده تصور كامل بالوضع أو شو بده هذا المريض مهما عملت له شو مهما كانت النتيجية راح تكون غير مضيئة بالأساس لأنه ما فيه تصور ما عنده تصور أو الزهن لحالته الحالية نعم النتائج اللي ممكن يحصل عليها فالطبيب لازم يناقش معه تماما يوضح له الصورة تماما شو وضعه شو ممكن يحصل بعدين يسويها المريض عنده تشويش بوضعه تشويش بالحال المرجوية أو بالنتائج المرجوية راح تكون العملية نتائجها أسوأ بالنسبة للمريض مع أنه راح تعطي نتائج ممكن تعطي نتائج بس بالنسبة له ما أعطيك شيء نعم نحن طبعا حينما نتكلم وحينما تتكلم حضرتك دكتور زهير عن النتائج لا نقصد فقط النتائج من ناحية المظهر ومن ناحية الشكل وإنما نقصد أيضا من ناحية السلامة لأنه ليس مهم أن أخرج وجسدي يعني بمعنى متناسق وصار عندي بعدين مشاكل أو لا سمح الله تعرضت إلى مشاكل أخرى لذلك دائما نقول من حق المريض أن يسأل الطبيب وأيضا أريد أن تجيب عن هذا السؤال دكتور يعني لنجاح أي عملية لنجاح أي خطة علاجية لابد أن يتوفر عدد من العناصر حتى الطبيب المناسب والمريض المناسب والحالة المرضية المناسبة وأيضا طريقة العلاج المناسبة هل يمكن أن تجرى مثل هذه العمليات شفط الدهون طبعا هو مصطلح واسع قد لا يعرفه المستمع أو المستمعين تماما هل يمكن أن يجرى في عيادة الطبيب؟ في الحالات البسيطة جدا موضعة ممكن تحت تقدير موضعي ممكن إجراء الحالات لأن مثلا عن الدبل شين أو المسمي على التراكم الدهون تحت الدقن المزواجي ممكن أي عملية بسيطة ممكن لكن لأسف نحن نشوف أنه في عمليات أحيانا واسعة دائما أي عملية واسعة بتتناول مساحة كبيرة من الجسم حتى لو كانت ممكن تجرى تحت تقدير الموضعي بيكون في المنسبة المخاطر أكثر بهذه الحالة يفترض يكون موجود أول شيء برفة عمليات مجهزة عقيمة وجود طبيب تخدير بساعد حتى إن كانت مساعدة ما يكون تخدير عام من نوع من التهديئة والأعطاء السوائل للمريض كلها هذه ممكن تساعد يعني نحن لازم ناخد كل نحط بزيئة كل الاحتياطات اللازمة بسلامة المريض هو أهم شيء دائما هو سلامة المريض العمل الجراحي فيما بعد العمل الجراحي نعم الأهم شيء دائما أن يخرج الطبيب والمريض يعني سالمين تماما من العيادة أو من المركز الطبيعي أو المستشفى وليس فقط أن يخرج الطبيب وطبعا يبقى المريض يعاني أو لا سمح الله يحل تهدس وفاة أو ما شابه ذلك وطبعا للأسف في حالات صارت رغم أنه هي عملية بسيطة وتجرى بكميات يعني بأرقام كبيرة جدا أو عداد كبيرة جدا في مختلف عن حاء العالم هي من أكثر تقريما العمليات التجميل العمليات الجراحية نعم نذكر بطرق التواصل على الهاتف 6-00-5-5-1-4-1-4 رسائل النصية القصيرة على 4-006 وأيضا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نوردوبي على الانستجرام لايف نوردوبي ريديو وضيفنا الدكتور زهير الدكاش اختصاصي جراحة التجميل بمركز الدكتور ملهم الطبي بدبي طيب دكتور في من الأسئلة يعني لو كان لدى الشخص سواء كان رجل أو أنسى سيدة لو كان لديه يعني أكثر في منطقة البطن هناك توضع للدهون وأيضا لديه مثلا توضع للدهون في أماكن أخرى من الجسم هل يمكن أن تجرى كل هذه العمليات يعني في يوم واحد طبعا هو يعني العمليات كلياتها ممكن تجرى فيه واحد خاصة عندما تجرى وضعات متنوعة في أماكن مختلفة نعم طب ممكن ممكن ما في مشكلة أبدا المهم أنت المهم أنه قديش الكمية الدهون قديش المدية رح يضع فيها تحت المريض تحت العمل الجراحي بعدين الاستطبار موضوع بشكل جيد المريض يعني قيمت المريض وزنه مناسب ومع طوله مناسب للعمل الجراحي جلد المريض ما عنده ترخولات شديدة ما عنده مشاكل صحية مترافقة مع مريض وبعدين وضوح الرؤية للمريض عنده وضوح في الرؤية للعمل الجراحي اللي راح يجريه والنتائج اللي يبدو إياها والنتائج المرجوة أو التوقعات اللي ممكن توقعات لعمل الجراحي نحن يعني لازم نحط المريض بالصورة كبيرا ما نعطيه توقعات أكتال بكتير من الواقع وبعدين ما نعطيه توقعات أكتال من الواقع تكون يعني نحن إجاباتنا أو صورة المريض متناسبة مع المتاهج اللي رح يحصل عليها نعم يعني ما نعطي دكتور ما نوضح نورجي أو يعني خليه يشوف الصور اللي هي عادة من خلال الكمبيوتر يعني لمرضى ربما من دول أخرى وأماكن أخرى وطبعا يعني أشكرك على هذه الملاحظة أن نكون دائما قريبين من المريض وأن نضع أنفسنا كأطباء مقابل الطرف الثاني اللي هو المريض حتى طبعا ما تحدث لدي أي مشكلة لا صحية لا جسدية ولا حتى نفسية طبعا خصوصا حينما نتكلم عن التجميل طيب بالنسبة للأعمار دكتور يعني سنتكلم عن الكمية التي يتم أو يسمح تقريبا بحدود كعملية شفط وأيضا عن العمر أيضا الأعمار أنا خليه وضع أول شيء نحكي معاه بس قبل ما الشيء بدي أدخل أحكيت عنه الصورة التي تظهر على الكمبيوتر دائما لا يكيد المريض الصورة التي تظهر على الكمبيوتر ليست هي الصورة التي يأخذها المريض نعم لكن المريض وضع معين يختلف عن المريض الثاني يعني بعدين ما يقارن الإنسان اللي يخبر عملية مع إنسانته دائما لكل حالة خصوصياته يعني نحن على الكمبيوتر بالفوتوشوب بالبرنامج نعطي أي شكل لكن هالشكل هذا ما رح يكون أبداً هو الشكل يعني مطابق للحفل نعم تماماً هذا لازم تكون واضحة أو شيء الأمر المسائي طبعاً يعني نحن مريض لعملية الشخص الدين بده تكون أول شيء بالأمر اللي في العمل الجراحي ما تكون تحت المسائل 18 سنة ما تكون فوق 60 سنة يعني يعني المريض عنده مشاكل نحن نعرف إنه بعد 60 سنة مريض مدخن مريض دنيا عنده مشاكل صحية تانية أي تعرض لعمل الجراحي غير ضروري ممكن ليكون نسبة للاختلاطات ولمشاكل الصحية بعد عمل الجراحي تزداد هذا نجب أن نوضحه تماماً نعم الغاية هي الغاية تجميع إعادة تشكيل الجسم اسمه كونتوري يعني نحت الجسم نحت الجسم معناتها الجسم رح يكون لازم يكون سليم مقويته العضلية جيدة كتير يعني أنت تعمل شرف الدهون لإنسان عضلاته ضعيفة كتير وجلد مترحف النتائج ما رح تكون مفيدة ولا رح تكون مرضية وبالعافية كانت تعطي النتائج أسوأ مما كانت عليه صادقة نعم هذا اللي بدي يعني أحبه طبعاً يعني نحن غاية من شرف الدهون إذارة الدهون تحت الجلد لجلد كوي مثلاً جلد يريد يكون كويس مرونتك كويسة رح ينكمش ورح يرجع ل وضعه له هذا بساعد دعتي نتائج جتير منتازة بس بالأساس يمكن الجلد وضعه غير جديد مترحل كتير وبسن متقدم كتير نحن نحن إذارة الدهون رح تعمل تأخير شديد معنات المريض بحاجة إلى عمل جراحي تالي هو إذارة الجلد الزائد هذا كمان لازم نوضحه تماماً يتوضح بالنسبة لل نعم يعني طبعاً أفضل النتائج يعني تكون المريض في العمر بتراوح بين بين الستاش تلات خمسين هي أفضل النتائج لكن إنه ما ممكن نجريها بعد الخمسين طبعاً ممكن نعم ما في مشريها أبداً نعم كنتائج مرجو أفضل لأن الجلد بيكون بهالحالي هي إياه في المرضية إياه في كل هذه بتكون جيدة عنده جلد يعني أنا بشبه دائماً أن الجلد مثل باروني تنفق البارون بشدة بتتلحل بيتعرق بتفسخ بتروح الهواء ما برجع البارون لوضع الطبيعي بينما إذا نفقته إلى حد معاً البارون وتمت مرونته فيه بتفرغه من الهواء بيرجع لوضع الطبيعي والجلد تماماً نعم هذا بالنسبة طبعاً للعمر ودائماً طبعاً لابد أن يكون هناك تقييم كامل وشامل للشخص للمريض ومن ثم طبعاً اتخاذ القرار بالنسبة للكمية دكتور يعني هذا الكمية نحن دائماً أي كمية من الدهون عبتشفر فيه كمية من الدم رح يروح محها كمية من الشوارد رح يروح محها طبعاً إذا تجاوزت الكمية فوق 10 لتر أو 15 لتر فمعناها رح يكون هناك فيه عنده نقص فيه كمية فيه في السواعي للجسم فيه عنده رح يكون اضطراب بالشوارد بالجسم هذا بيحتاج لمراقبة أكتر وعلاج أكتر فيما بعد العمل الجراحي وأحياناً إذا كان الشفط جائر بكميات كبيرة ممكن يدخلوا للمريض بحالة اضطراب شوارد وصدمة صدمة للمريض فنحن نكون كتير حذرين لغم أنه أنواع يديدة من اللي بيروج إلى أنه بالفيزر أو بالليزر بتخطر كمية الدم بس مهما كان دائماً كمية سوائل اللي بيفقدها الجسم أثناء العمل بحالة شفت كميات كبيرة رح يكون آآ الاختلاطات أكتر بالأساسية العملية مولة لقاس وزني الجسم هاي دائماً العملية المستهلة هاي مو قاس وزني نعم نعم تناسف نحت الجسم وتناسف نحت الجسم نحت الجسم مثل الكمية السيف أو الأمان بحدود الأمان اللي ممكن لشفقة متكاكلة خمسة دتر نعم نحن كل ما زدنا كل ما دخلنا في مجال الخطر نعم اكتر نعم ولذلك يعني في بعض الأحيان للأسف تحدث مخاطر وتحدث وفيات جراء مثل هذه العملية الشهعة واللي هي عملية بسيطة حالات كثيرة نعم تكون عندما تكون في أفراب في كمية الدهون المستخدرة أنت وعنا لزلت الخطار بشكل سريع عملت اضطراب الشوارع اضطراب الشوارع حتى تأثر على وظيفة كالية في الجسم وتدخل بحالة صدمة شوف الخروج منها بيكون كتير مشفه بالإضافة لذاتة الاختلاطات اللي ممكن تحدث مع الأنواع من العمل الجراحي هي ممكن الصمات الرئوية وكلها مضاعفات خطيرة حقيقة لذلك نقول التقييم دائما مهم جدا ومثل ما ذكرت ليس فقط فيما يتعلق بالتدخين وإنما بالأدوية المميع للدم والأعشاب التي تساهم في تميع الدم وغير ذلك يجب أن يمتنع عنها المريض على الأقل لعدة أسابيع طبعا يحددها الطبيب وتختلف من حالة إلى أخرى فإذن التقييم هام جدا بهذا الموضوع ذكرنا طبعا هناك من هو المريض المناسب لإجراء هذه العملية السؤال الآن العكس دكتور من هو الشخص غير المناسب لإجراء عملية شفط الدهون يعني في كتير شروط أنه يمكن يكون موجود عند الشخص أنا فونا بحطه وممكن أحيانا المرضى يكون مزعوجين من الجواب يعني المريض الذي عنده سمنة زائدة أنا هذا مريض غير مؤهل الذي يعمل في الدهون يعني مثلا إذا في حالات خاصة عن استطاء أنه في حالة حمل ينسع أبدا من شفط الدهون مريض يدخن بشدة أو مريض يدخن بشدة هذا مو مريض مؤهل لشفط الدهون مريض عنده مشاكل قلبية بيأخذ أدوية معينة مريض سكة ممكن نجريها تحت المراقبة بحالات ضرورة لحالات بسيطة بس ما نخضعه لعملية كبيرة يعني مريض عنده وزن زائد كثير وعنده سكري غير مقبوط غير مقبوط وعنده فرط يعني سنة مو عنده أهل بأمر معين فوق ستين سنة هذا هذا مريض مؤهل لا أبدا مو مؤهل نحنا إذا ما نكون في ممارسة الطب الصحيح المريض لا مو مؤهل نحنا الغاية من الجراحة ومن الطب هو أنه تدخل في نجال أو تدخل بعامج جراحي سليم وتخرج أنت والمريض سليم نعم هون يكون هالمريض بالشكل هذا في نسبة عالية من الخطورة على المريض نعم وهذا ما بجوز أنا برأي نخضعه لعملية باردة غير إسعافية نعم نحنا منغامر دائما بالعمليات أنه تكون نسبة الخطورة عالية أن تكون عملية ضرورية وإسعافية العمليات لا مو ضرورية نعم عمليات التجميل نعم هي عملية نعم أي وتماما يعني لازم ندخل لعمل الجراحي نحن في حال برأي الأمان تماما ما بجوز ندخل بأي عمل الجراحي دائما حالاتي بدون من نكون أخذين كل الأخذين نعم يعني هدول المرضى برضا برضا عندهم يعني برضا عندهم آآ نمركب مجهزات قلبية عام شاب عمر معين سكري آآ هلا تخدير موضعي لحالات بسيطة ممكن نعملها بس نعرض مريض لعمل جراحي كبير وشوفت كميات كبيرة من الدهن لا طبعا أنا برأي غير مستطب أو المرض هذا مو الحالة المستلع لهيك عمل الجراحي نعم دائما أن يتم باختيار المريض المناسب والطبيب المناسب من أجل الحصول أيضا على نتيجة مناسبة وكل الشكر لدكتور زهير الدكاش اختصاصي جراحة التجميل بمركز دكتور ملهم الطبي بدبي من أجل الحصول من أجل الحصول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر